أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالتعضية وأما عاد فأهلكوا بريح سرسر عاكية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باطية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاتية فأصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما تغل ما أحملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في السور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فدكتا ذكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تُعردون يومئذ تُعردون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابيه إني ظلنت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قتوفها دانية قلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحد على تعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا تعام إلا من جسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنسيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعد الأقويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجسين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فاسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم